وعملية الايروجين عملية التفتيت او التجوية اللي نسميها اللي هي التجوية الكيميائية والتجوية الفيزيائية وهكذا وعملية الايروجين النقل واعرفنا عوامل النقل اللي هي الويند والايس والووتر والقرابيتي هاي العمليات اللي تأدي لانقل المواد اذن السيدمنت اول ما نبدأ الراسب اللي هو مواد مفتتة من صخور سابقة ويقسم الى القرافول والساند والكلي ايضا عدنا مواد صخور رسوبية قد تكون كيميكال او قد تكون بايو كيميكال يعني احيائية ناتجة من النشاطات الاحياء وبقايا اصدافها اللي تترسب وتتجمها تعرض الى ضغط فراح تكون لنا الصخور ايضا عدنا الارغانيك سيدمنتر روكس اللي هو الكل اللي هو الفحم أو الفحم الحجري اللي ايضا راح نجيين صنفه ويوجد الصخور او البقايا الاحيائية التحتوي على اذن الصخور الرسوبي نخلي ببانة التالي تكون على شكل طبقات وقد تحتوي على بقايا كائنات حية وعرفنا شنو فوادات الكائنات الحية اللي موجودة بالصخور من ضمن فواداته أنه تعطينا العمر النسبي لهذه الصخور الرسوبية إذن الصخور قد تكون تيراجينيوس أو نسميه الفتاتية اللي هي كلاستيك مثل ما عرفناها أو نسميه تيراجينيوس والكيميكال أو بايوكيميكال and organic sedimentary rocks إذن تيراجينيوس كيميكال أو بايوكيميكال and organic لاحظ هنا تيراجينيوس سديمينتار روكس صخور فتاتية تتكون من تجمع فتات الصخور اللي ناتجة من عمليات التجوية والتعريه بعدين أنت بتترسب نتيجة الضغط الالتفكيش رح تحول لها صخور طبعا تكون من كلاست اللي هي هبيبات الصخور من الماتريكس المواد الناعمة اللي موجودة بيناتها ومن السمنت مادة السمنت اللي تترسب عندي وهذا الحاجة حشينا طبعا بالكورس الأول المواد السمنتية قد تكون من الكالسايت اللي هو فايزز يعني يذوب أو يفور بالهايدروكلوريك أسيد والآيرون أوكسايد وقد تكون من السيلكة يعني قد تكون آيرون أسيد قد يكون آآ آيرون أوكسايد وقد تكون سيلكة قد تكون كالسايت وإيضا قد تكون كلاي أيضا المواد الطينية تعتبر مواد لاسقة للصخور الرسوبي أو السمنت إذن صخور الفتاتية تتكون أو كسخرة فتاتية تتكون بالأساس من ثلاث مكونات اللي هي الكلاست أو الحبيبة والماتريكس والسمنت وأعرفنا السمنت المواد اللي تكون لنا السمنت لاحظ هنا هي بعض أمثلة على الصخور هذا هو الكونغلومريت صخور الكونغلومريت اللي موجودة عندي شوف الحبيبات شوان دائرية تكون حبيبات لقرافول وهي مادة الماتريكس اللي موجودة وبداخلها طبعا المادة اللي ماسكرتها وحوالتها على شكل الصخرة اللي هو السمنت هاي هنا شوف الحواف شون تكون حادة الصخرة ذات لانة طبعا هذا الحواف حادة نسميها بريشة وهذا عند السلط ستون اللي موجود وهاي صخور الساند ستون تكون حبيبية شكلها حبيبي شكل حبيبات طبعا عدنا بالمختبر إن شاء الله تشوفونها وهاي الحبيبات متماسكة أيضا بواسلة مواد لاسقة تكون سيلكة أو قد تكون كربونات كالسيوم أو غيرهم هذا الشيال اللي عندي هذا الشيال اللي موجود أو الكلي وهذا كلي ستون يكون ماسيف يعني هذا الكلي ستون صخور الكلي ستون يعني الطين اللي شايفينها قد يكون صخور طينية الكيميكال والبيو كيميكال إذن هاي والمرة ترجنيس خلصناها الكيميكال أنت بايو كيميكال سيدمينتر روكس يعني ها كلها مراجعة لما أخذناها بالفصل الأول وتوسع شوية بيها طبعا ما يهمنا في النفط بالأساس الإيفوباريت والكاربونيت هاي هي أهم شيء إيفوباريت تكون اللي الكاب روك والكاربونيت تعرفون تكون نرزير فير روكس بالغاقة طبعا السان دستون عندنا من الفتاتية قد يكون رزير فارة أو قد يكون كاربونيت هذه روكس تكون من الملح الصخري اللي هو الملح الصخري اللي هو الـ NaCl اللي هو الينابيع الحارة وهاي الينابيع الحارة تبدأ ترسب مواد عليها مواد كالسيوم كاربونيت وقد تكون أحيانا من الحديد موجود وياها الكاربونيت روكس كاربونيت روكس تكون صخور الروسوبية الكيميائية نتيجة عمليتي يعني العملية الكيميائية والبيوكيميكال يعني نتيجة نشاطات الأحياء ونتيجة زيادة تركيز السيعي في مياه البحر أو في مياه البحيرات وتبدأ تترسب بعملية نسميها الـ Precipitation الـ Precipitation بالضبط مثل الراكد اللي ينزل بالمي الراكد اللي أسفل أي إناء متروك بالمي فهذا نسميه الـ Precipitation الـ Limestone and Dullstone are carbonic sedimentary rocks الـ Limestone is a sedimentary rock dominated by the mineral calcite إذن هنا عندي أهم معدن اللي هو الـ CA لاحظ هنا بما أنه CA إذن هذا يتعامل بحامض الكاربونيت وحامض الـ Hydrochloric وحامض الـ Hydrochloric الـ Limestone is a stentary rock dominated in the mineral calcite there are many types of Limestone based on their texture including Fossil Furious اللي يحتوي على أصداف الكارنات الحية Fossil Furious Fossil Furious العفو Limestone اللي موجود عندنا نماذج من عنده بالمختبر Chalk اللي هو الطباشيري Fossil Furious and Coconia اللي هو موجود أيضا من أصداف الكارنات الحية الخشنة تكون لأصداف خشنة You will learn more about the types of the Latter اللي هو بالمختبر الصراحة المفروض نشوفها إن شاء الله دولستون بها معدن دولومايت معدن دولومايت اللي يحتوي على Mg Ca Mg CO3 طبعا دائما نقولها إنه تزداد المسامية يعني مسامية الدولومايت أكثر من مسامية اللايمستون لأن الـ Mg حجم الجزيئة أو حجم ذرة المغنيسيوم أصغر من حجم ذرة الكارسيوم فتكون مسامات موجودة بالدولومايت الـ Organic Sedimental Rocks اللي هو الفحم الكل اللي نعرف نباطات تندفن وتتحول لها فحم فأنواع حسب المراحل المالته اللي هو Plant Fragments تتحول بالبداية إلى Peet بعدين إلى Lignite بعدين إلى Petuminous Cool وبعدين إلى Anthracite كل اللي هو أعلى نسبة وأعلى نوع من الفحم الحجري اللي موجود Slicious Rocks اللي هي الصخور السيليكية اللي يتكون بالأساس من السيليكية اللي هي داوتومايت والتشارت حجر السوان اللي نعرفه اللي هي اللي هي اشتركوا في القناة منصف